والله الدنيا شكلها حلو عندك ياكوس الدنيا شكلها كويسة اول حاجة واضح عندي انه فيه تطور مادي او يمكن تكون فلوس جاية يعني مشتازن تكون الحالة المادية هتعلى بس ان شاء الله فيه فلوس جاية وفيه حالة كده رخاء ان شاء الله شايفاك بتقود عربة ومتاجه بسرعة انت المسيطر على الامور دلوقتي ياكوس وانت طبعك مندفع شوية وراكب عربة كمان يعني انت ماشي بفول سبيد فبالراحة شوية هي الدنيا شكلها كويس متقلقش من الحاجة كل حاجة حلوة بس خد وقتك شوية مفيش حد بيجي وراك عندك عجل تحظ الدنيا ان شاء الله بتتسهل يعني الحاجات دي وقفة ان شاء الله بتتسهل لكن فيه هنا شوية خوف انت خايف من حاجة معينة خايف من تغيير في شغلك واضح انو هيحصل فيه حاجة هتتغير الكلام بيتعاد اخرجي وتخلي تاني يا رين فيه تغيير هيحصل في شغلك فعلا شكلك هتروح شغل تاني او هيتغير مكانك جول الشغل بتاعك فيه حاجة عندك هتتغير فيه موت لشئ وولادة شئ جديد يعني افتكر ده التغير اللي بيحصل في العمل عندك يا قوس ولا ايه الدنيا عندك متشقلبة فيه عملية تحول بتحصل عندك معاها بعدها تطور مادي تاني يعني تطور عندك مادي مرتين هنا وهنا مرتين الناس اللي حصل بينهم انت حباها زي راوتر اللي حصل بينهم انفصال شكل فيه رجوع لحبيب قديم او ممكن او ممكن يكون رجوع لصديق قديم او معرفة قديمة مش لازم يكون صديق بس المهم في حد بيرجع وبيقدم لك شيء حلو حاجة هتفرحك هتبسطك فيه ارتباط هنا بس مش ارتباط جديد يعني الناس اللي في علاقة حاسين ان هما مرتبطين بشركهم قوي دلوقتي وان هما ماشيين مع بعض في خط واحد عندنا كمان king of swords اهو بيقولك انت شخص ازاكي يقوس ومحبوب وعندك كمان بتدي نصايح كويسة والمنطق عندك كويس يعني منطقك في التفكير كويس جدا اللي مش بيشتغل اللي مش بيشتغل فهو خايف من خطوة هياخدها حاس ان هي هتغير حياته وخايف ان هو يخدها زي ما انتوا شايفين كده متكتف ومش عارف يروح فين وحاس ان هو مش شايف قديم مش عارف الخطوة اللي بعدها ايه فعنده شوية قلق يبقى كالت ده بلقى معناه انه برضو هتتعلم حاجة جديدة لو انت ما بتشتغلش فانت ممكن تتعلم حاجة جديدة والتحول اللي عندك ده لو مش حاجة في الشغل فهو تحول شيء في حياتك فيه موت لشيء وولادة شيء جديد الناس اللي مرتبطين علاقتهم كويسة الناس اللي حصل بينهم انفصال ان شاء الله في رجوع الناس السنجل مفيش حاجة جديدة اوكي هلقص القرية بسرعة تطور مادي كويس في عجل تحظب الدور الحاجات الوقفة ومتعطلة هتبتدي تمشي وتتسهل في عندك عربة انت ركب عربة وماشي بسرعة وانت القائد انت اللي بتحرك مفيش حد بي حركك لا انت صاحب قرارك وانت اللي بتتحرك خوف من تغيير بس هيحصل هيحصل خفت او مخفتش بس شكل فيه تغيير جاي فيه حاجة جديدة هتتعلمها معاها تطور مادي جديد هيحصل غير الاولاني وفيه رجوع لحبيب قديم او شخص عزيز عليك قديم وفيه ارتباط قوي نحو الشليك للناس المرتبطين اللي هو بتاع الاثنين المتبطين دول بيوحي كمان بالاختيار ان هما اتنين فيه حاجة انت بتختار بينها معتقدش ان هما شركين مش وصل للموضوع ده ان هما شركين بس لأ انت واقع في اختيار قوس انا بس اللي بيخوفني منك التسرع بتاعك حاول ان انت ايه بتاخد وقتك شوية في التكتير بلاش التسرع ده بس الدنيا عندك الحمد لله شهر ده شكلها ماشاء الله حلوة اوي 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 اوكي الجادي طيب الجادي بيطلب كتير يا جماعة حلوة اوي يا ساعد مساكي يا هند واحد وعشرين ديسمبر ايه ده اول يوم في الجادي حاولتي باذن الله في حاجة حلوة في تغير ان شاء الله بس في تغير كويس يعني تغير حلو ان شاء الله اللي جاي والانترنت رجع الحمد لله بس انا خايفة ارجع على الانترنت بتاع البيت يرجع يبصل تاني فخليني على البقاء وخلاص شوف لايب منورني منورني اللحن الحياة اهلا بيكي نصرع بيفعل ونمثاني بيزبقني لما حديها الصبيح والله يا بنتي مش لوحدك يا ريمي يعني كلنا لحن الحياة واي حد جديد منورين اللايب لو عجبك اعملي مشاركة يعني دوسي اعجاب للصفحة ومتابع لشين تشوفي فيديوهات الجديدة اما كل كل يومين بطلع العين تعال مش بقى الحالة العطفية اخبرها ايه والعفية ليه يعني ايه يا صافي يا حبيبتي يا مروة دا انت الامارين ازيك يا روحي لا تقولي كده وتمشي يعني لا خليكي قعدة معانا مساء الفل يا حكاية عشاء اوكي تمام يلا الحالة العطفية للمجموعة الاولى تسلميلي يا هدير عن القوس احنا بنقول القوس النهاردة هون يتقال وقلت بدل البرج تاني ليه مع ان تصويت كان صالح الحمل بس يا اسراء هو فعلا حصلت قلت الحوت بدل الحمل بس رجعت قلت الحمل وبعد ما قلت الحمل الصفحة افلت والفيديو دا انا مساحته يعني انا مساحته بنفسي لان كنت خايفة تكون من الصفحة افلت بعد يعني بسبب هو ان انا قلت حاجة غلط في الستريم دا فعملت له ديليت انا شلته بس انا قلته والله يا حبيبتي بس ان شاء الله هعيد قريتو تاني ولا يهموكو خالص يا حبيبتي يا شايمة اسلامي مساء الفل يا سعيد مساء الفل يا سعيد اخدتوا بالكونا رجعت لكروتي القديمة تاني بشحن الجديدة يلا بينا الحالة العطفية للمجموعة الاولى برج القوس حسنا 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 مساء falls انها حسنا الحالة حسنا 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 حسنت طيب انا ليه حاسة ان الطاقة عندكم في الحالة العطفية مش حلوة يا قوس. بصوا. واضح انه فيه اختيار فاعل. الشريك القوس قصدي القوس عايز دي يحسم اختيار شكله بيختار بين شخصين ويحتار بينهم. او ان هو محتاج يرتبط بشريكه اكتر. يعني حاسس ان هو مش مرتبط بكفاية. معرفش هو حاسس ان علاقه مش نكحه قوي. حاسس ان هو مش حاسس بامان قوي. طلع كارت الشمس. يعني فهو عنده نقص في الامان او نقص في السعادة. عنده نقص في حاجة. شايف شريكه ازاي. شايف شريكه بيحبه. يعني هو عارف ان هو بيحبه. طب ايه الموضوع. شايفه شخص رومانسي. شايفه ان هو شخص رومانسي. يمكن هو رومانسي بس بابقاش رومانسي معاك ولا ايه الموضوع. الطاقة فيها جرح. فيها قلب حزين. فيها حزن. اه الشريك بقى عايز ايه? الشريك عايز يبدأ عن المشاكل ويروح مكان هادي. يعني وضح انه ممكن تكون بتقطق الايام دي سلبية شوية فهو محتاج يبدأ عن الطاقة سلبية دي ويروح مكان بعيد. عايز ايه كمان? عايز زي ما تقوله حد كبير يحكم بينكو. يعني يقول ايه مين غلطان ومين مش غلطان. شايفك انت ازاي? شايفه حظ يعني هو شايف ان هو بيمده بالحظ. اه وبيمده بال يعني زي ما تقوله بيتفائل بيه. لما بيبقى معاه اموره بتتساهل. فمين وشه حلو عليه? شايفين هو وشه حلو عليه? اللي بيحصل للشهر ده في قلة مواجهة. يعني في حاجات لازم تتواجه وتتقال. لكن مبتتقلش. مفيش مواجهة بتحصل. هتبتجد تخشه في مرحلة جديدة شوية. ممكن تكون مرحلة احسن. مرحلة احسن شوية. اه بس فيها برضو عزلة يعني انا شايفة ان القوس منعزل. وقاعد لوحده وقاعد يفكر. يعني رأيه يا جماعة طب احنا حطنا اقلنا عن مشكلة. طب انت يا قوس شايف ان الشيكك بيحبك. لو الاراة اقرأة زم انا شايفة كده ان الاراة ماشية صح. انت شايف ان الشيكك بيحبك. وانك انت وشك حلو عليه. كل الحاجات الحلوة دي. ايه سبب الحيرة اللي انت فيها او الاختيار اللي انت فيه او ان انت حاسس ان ان هو مش مرتبط بك كفاية. وان العلاقة مش ناكحة وانت مش سعيد. العزلة وانك انت يعني تبعد وتنعزل لوحدك وتنتفصل عن شريكك حتى وجدانيا يعني حتى بمجرد تفكير. ده انا مش شايفة ان هو قرار صح. انا شايفة لو عايز تقرب قرب. بس تقرب. انا مش شايفة مشكلة ان انت تقرب وتتعبر عن مشاعرك وتعبر عن الجواك. اه وشريكك هيسمعك لانه بيحبك. يعني بالبساطة دي بالزبط كده. هو بيحبك فهيسمعك. وبس وشريكك مش عايز مش عايز مشاكل دلوقتي يعني هو مش حابب مشاكل دلوقتي. هو حابب يكون فيه هدوء شوية. لان طبعا هو عنده اكيد حاجات برا كتير يعني ايما بالواجب معاه. ومش شايف ان هو يعني فيه سبب يخليك تكون متدايق منه بالطريقة دي. فمش عايز مشاكل. وانا صراحة اعذره. فحاجة زي دي درامة مفيش مشكلة اساسية يعني. انتو قادرة طبعا اكيد فيه تفاصيل جوه انا مش عارفها بس ده الصورة العامة. الصورة العامة شريكك بيحبك. اه شريكك مش عايز يعمل مشاكل معاك. وعايز تعدوا الفترة دي وتروحوا برا امان. فياريت. ايه اللي عزلة وعدم امان. طيب. ياريت تعدوها بقى مع بعض كده اديكوا في ايدين بعض. شبكوا اديكوا كده وعدوا بقوا برا الامان مع بعض بهدوء كده. لان ما فيش اي داعي للي انتو عاملينه ده. كويس جدا يا عدير. حلو. حلو جدا. خلاص. يبقى زي ما قلتلكو بليز امسكوا قديم بعد كده وعدوا كده بنواحية التانية بالراحة. والمواجهة مش شرط تكون المواجهة فيها يعني عنف انتو محتاجين بتواجه اوه. انت محتاج تطلع لجواك بس. فطلع ورتاح. يعني قول لجواك ورتاح. الاسد اتقال صحيح يا لله? احنا قلنا برج الاسد بشكرك يا رؤى. انا قلت المرحلة الاولى دلوقتي شفت الحظ عندو حلو قوي القوس المرحلة الاولى. هنشوف دلوقتي المرحلة تانية اخبارها ايه? مكسح ايه بشكرك يا اسيل. مش مهتم بيك. هاي دي مشكلة حلوة قوي يا ام ادهم. وصلنا ليه المشكلة الاساسية. طيب مش مهتم. هل هو مهتم بحد تاني? ولا هو مش مهتم? لان هو عندو حاجات اه تعباء اصلا قريدي. اه ضغوط حياة ومسئوليات وشوية حاجات كده. فابتلاح تمامه يقلم من عندك شوية. لو دي الحالة معلش يعني يستحملي شوية يعني عدي شوية اعزوريه. لت بيصير كل عزور. وبطريقة ظريفة كده يعني مين حايديني اهتمام ليرك؟ انا محتاجة شوية اهتمامي يعني انا عارف انا مقدار ان انت عندك حاجات ومجهول وعندك شغل والحاجات دي كلها. بس انا برضو ليه يعني اكيد انا من ضمن الحاجات اللي انت منفروض اهتم بيها. فمعايز بس شوية تهتمامي. موضوع بسيط خالص والله. مش مش محتاجة لعزلة يعني مش محتاجة عزلة خالص. يا يا حبيبتي وانا بموت فيك يا زنينة. كلمانك صحيح بشكرك يا هودا. العزراء قريب حبيبتي حاضر. حبيبتي يا شقاوت اسكندرية. عافيك لكلامك صحي جدام سبب البعض الالمان وعدم الاهتمام. اه. فهمت فهمت فهمت. بسيطة اه يا جماعة والله بسيطة. مين عامل حاجات بتعيط? لا انا عايزة اه تم استهلاك المتاح. خلصنا خلصنا الانترنت. طيب نخش بقى على المجموعة التانية القراءة عنا لبرج القوس الجميل اللي مش متسرع. اه. اه. يخطيق. وات. القوس هنا في ارتباط. ماشي? واتفاق نحو المستقبل مع شخص. اشتركوا في القناة